السؤال بقى المهم دلوقتي اللي حضراتكم أكيد منتظرينه إيه بقى اللي يحفز جهاز المناع؟ إيه اللي يخلي جهاز المناع بتاعنا أبتمام كده أو في درجة نشاط وظيفي ممتاز الإجابة هي إن تحفيز جهاز المناع بيحصل عن طريق أنواع محددة من الغذاء هنتكلم معنا بالتفصيل النوم وده برضو لوم وصفات التطعيمات والتطعيمات دي غالباً اللي بيستفيد منها الأطفال إلا بقى يعني في بعض الأحيان الناس الكبار اللي بياخدوا تطعيم ضد مثلاً مرض معين زي مثلاً تطعيم الأنف الوانزة ده مثلاً يعني إنما لما بنقول التطعيمات إحنا بنقصد هنا اللي بيستفيد منها الأطفال تمام؟ أو الإصابات المرضية دون مستوى ظهور الأعراض يعني إيه؟ مش أنا قلتلكم من شوية يا ما جسمنا بيتعرض لحاجات كده وإحنا ما بنحسش طب أقول لكم بقى دي اسمها إصابات مرضية دون مستوى ظهور الأعراض أقول لكم على حاجة تانية إيش أنت أحياناً كده أو إحنا قاعدين كده تلاقي نفسك كده الواحد مناخيره سابت شوية صح؟ الواحد يبقى أي من نوم كده زوره واجعه شوية يجي في آخر اليوم يحس إنه هو الواحد ماله كده حاسس ببرد شوية خلاص؟ دي إصابة مرضية بس ما ظهرتش الأعراض دي معناها إن انت تعرضت الحاجة بس جاز المناعة شايف شغلها يا شايف شغله تمام؟ من الحاجات برضو اللي بتحفز جاز المناعة تقليل التوتر وهنزود محور سادس خاص بالأطفال تحت عمر السنتين وهو الرضاعة الطبيعية وده لإن الرضاعة الطبيعية من ضمن أهم مزاياها يعني توفر الأجسام المضادة في لبن الرضاعة ودي طبعاً بتفيد الرضاعة هشرح لحضراتكم دلوقتي بقى كل محور بالتفصيل المحور الأول زي ما قلنا أنواع معانم الغذاء يعني تحديداً فيه عناصر محددة من الفيتامينات والمعادن موجودة في مصادر غذائية محددة الحاجات دي بتحفز جاز المناعة أول العناصر دي هو عنصر الزنك معدن الزنك أهم مصادر الزنك هي اللحوم الحمراء غير المصنعة غير المصنعة مش غير المطبوخة لا غير المصنعة تمام كده؟ يعني أي لحمة دخلت في عملية تصنيع ما بقاش فيها زنك خلاص البقوليات برضو من المصادر الغنية بالزنك بس مش زي اللحوم يعني الحمراء وتحديداً في البقوليات العدس البني المكسرات برضو غنية جداً بالزنك وتحديداً الكاجو والفول السوداني واللوز يعني إذا كان الكاجو غالي قوي فالفول السوداني الحمد لله متوفر صح؟ طيب رابع مصدر غذائي مهم للزنك هو البيض بس لا يجب أن احنا نكتر من البيض لأنه يعني يكفي قوي أن احنا ناكل مثلاً البيض ده مرتين في الأسبوع أو تلات مرات على أقصى تقدير بيضة واحدة يعني خلاص لأن في ناس عندها كده هوس بموضوع البيض ده وعايزين وبيحبوا يدوا أولادهم البيض ده كل يوم ده غلط البيض مهمة أو فيه كالسيو وفيه كل حاجة لكن فيه محتويات برضو من الدهون عالية قوي فمش لازم أن احنا نفرط في استخدام مادة غذائية معاينة خاصة أن الفوائد اللي موجودة فيها موجودة في عناصر غذائية تانية فاهمين قصدي؟ يعني إذا كان البيض فيه كالسيوم الخضروات الخضرة فيها كالسيوم السمسم فيه كالسيوم فهمتوا قصدي؟ وأعلى كمان من البيض طبعاً والمأكلات البحرية وهكاسم خامس مصدر مهم من مصادر الزنك هو الشوكولاتة الداكنة بس طبعاً دي نخلي بالنا منها أنها بتزود الوزن إذا توفرت يعني سادس مصدر غني بالزنك هو منتجات الألبان الألبان بقى اللبن الحليب نفسه والزبادي ومشتقات الألبان زي الجبن يعني وكذا